اشتركوا في القناة وواحد وعشرون بمقر ولاية جهة الشرق عمالة وجدة انجاد اجتماع لجنة الجهوية للمراعي وذلك بحضور ممثل عمال اقليم الجهة ممثل رئيس مجلس جهة الشرق ممثل الحامية العسكرية وممثل المصالح الخارجية والمصالح الجهوية للادارات اعضاء اللجنة بالاضافة الى ممثل التنظيمات المهنية الرعوية وممثل الهائة البمهنية للفلاحة المعترف بها والنعنية للنشاط الرعوي ويهدف هذا الاجتماع الى الاطلاع والمصادقة على نتائج اشغال جرد وتحديد المجاة الرعوية الجهة التي انجزها مكتب الدرسات المكلف من طرف المصالح الفلاحية انطلق الاجتماع بكلمة افتتاحية للسيد الكاتب العام لولاية جهة الشرق بكلمة رحب من خلالها بالحضور كما ذكر ايهم بجدول اعمال هذا الاجتماع وكذا كل المراحل التي قطعها هذا الملف ومذكرا بالقانون رقم 1313 لتهئة وتدبير المجاة الرعوية والمراعي الغضوية ونصوصه التطبيقية الذي جاء كالية جديدة لتنظيم الموالد الرعوية واستغلالها المستدام والمعقل والحفاظ عليها الى جانب تنظيم الترحال الرعوي وتنقلات القطيع دون اغفال دور التنظيمات المهنية الرعوية التي تعد شريكا اساسيا بانخراطها الفعلي في هذه العملية وفي كلمته اوضح السيد للمدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق ان القانون الجديد للمراعي جاء بترسانة قانونية وعدة مقتضيات وتدابير تتيح للادارة وكافة المتدخلين منهجية ومقاربة شمولية واندجة لتهيئة وتدبير المراعي بطرق ناجعة من شأنها استدامة وتنمية القطاع الرعوي كما يأتي لملء الفراغ القانوني المتعلق بهذا المجال حيث يعتبر انجازا تشريعيا هما يدعم الترسانة القانونية لبلادنا ويمنحها ريادة في مجال تدبير انشطة الرعي والترحال الرعوي في هذا الاطار ونظرا لاهمية المسحة المغطاة بالمراعي بالجهة وتنوع الانظمة البيئية وكثافة النشاط الرعوي قام موثل مكتب الدرسات لأعطاء شرخ تفصيلي للدراسة التي اطلقتها المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق والمتعلقة بإحداث المجالات الرعوية التي تدخل في إطار مخطط للتهيئة الرعوية حيث اعتمدت في إنجازها على مقاربة تشاركية وبتنسيق مع جميع الفاعلين المحليين حيث تم جد إجمالي لخمسمائة أو أربع وستين مجاع رعوي على مساحة تناهز أربع فصل واحد مليون هكتار قونة من اثنين فاصل ستة مليون هكتار تقريبا من المجالات الرعوية الغابوية ومن واحد فاصل خمسة مليون هكتار من المراعي الجماعية ورعوية بعد ذلك وعلى ثل نقاش مستفيد بين الحضور تمت المصادقة على كل المجالات الرعوية بالجهة الشرقية وفق مقتضيات قانون المراعي ثلاث عشر مائة وثلاث عشر إذا عجبتك الفيديو فلا تتردد في المشاركة والتعليق إذا كنت أريد مقاطع فيديو أخرى من هذا النوع فترك لنا تعليقا في هذا الاتجاه وإذا كنت ترغب في محتويات جديدة أو صيغ جديدة فيرجى تحديدها أيضا في التعليقات إلى اللقاء